أعلنت وزارة الصحة والسكان لانتهاء من إجراء مليون وستمائة وواحد وعشرين ألف وثلاثمائة وإحدى وعشرين عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو من عام 2018 وأشارت الوزارة إلى أنه تمت متابعة أكثر من ستة وعشرين ألف وخمسمائة وخمس وخمسين حالة بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى وذلك خلال الفترة من يناير الفين ثلاثة وعشرين إلى منتصف شهر مارس الجاري بالإضافة إلى استقبال تسعين ألف وتسعمائة وواحد وتسعين اتصالا من مرضى قوائم الانتظار خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة